من جديد رغم معاناتها من نقص حد في المواد الغذائية والطبية هذه هي جدابيا المدينة تنفض عنها قبار الحرب بعد ثلاثة أشهر طويلة دفعت خلالها ثمن موقعها الاستراتيجي بالنسبة إلى أطراف الصراع الدام في ليبيا فيما تحاول أن تقف من جديد على قدميها بعد توقف تساقط الصواريخ تعاني جدابيا نقصا حادا في الاحتياجات والخدمات الأساسية أكثر ما يحتاجه الناس طبعا الخدمات الأساسية كهرباء مع مواد تموينية أساسية زيت دقيق سكر مواد أخرى التي هي كالخضروات وما إلى ذلك أذار القصف وما خلفته أسابيع من الحرب في المدينة من دمار بادية للعيان وقصص مآث لا تنتهي خرجت من عتمة المعارك كهذا البايع المتجولي الذي فقد ثلاثة من إخوته عندما سقط صاروخ على منزل العائلة فسواه بالأرض قلت لك عندي ثلاثة من أخوتي استرشده في القصف الأول لكتابه معمر حاصرا المدينة الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعاتها في المدينة وسط عودة خجولة لبعض السكان جدابيا التي دفعت غاليا ثمن المراوحة بين قبضته كتائب القذافي وسيطرة الثوار تحاول اليوم لم لمت جرحها على أمل أن لا تعود أبدا إلى حكم العقيد معمر القذافي خالي الولد الجدود العربية جدابيا أما في طرابلس فقد نصب الأفارقة المتضامنون مع معمر القذافي الخيام أمم بيته في ثكنة باب العزيزية يتجمعون فيها يوميا ويعتبرون أنفسهم مدافعين في الصف الأول عنه كما أنهم أعادوا مبايعة القذافي ملكا لملوك إفريقيا مفادة العربية الهدي الحناشي معه التفاصيل هنا أمام بيت العقيد الليبي معمر القذافي نصبت خيام لإيواء أفارقة متضامنين مع العقيد والأفارقة هؤلاء هم من مواطني دول إفريقية يتجمعون يوميا في ثكنة باب العزيزية ويعتبرون أنفسهم مدافعين في الصف الأول عن القذافي اليوم لي ثلاثة شهر قائد بيت القاعد وما ندور منه شيء وما جئت عشان ياتوني هاجة مسامدون عشان أخواني مسلمين لها نمية وأربتاش شكس هذا المكان يعد من أبرز المواقع التي عادة ما يستهدفها قصف قوات التحالف فيما يمضي أنصار ومريد العقيد من الأفارقة الوقت بالرقص طارة والأناشيد الحماسية طارة أخرى والحماسة ترتفع أكثر كلما اقتربت عدسة تلفزيون للتصوير جئنا نحن لنقف هنا في هذا المنزل باعتباره هو ملكا وملوك للقارة الأفريقية ونحن أبناء المروق جئنا الآن هنا لنعتصم معه ونقف معه ونرفض أي تدخلات أدنبية في الشعن الليبي الأفارقة أعاد مبايعة العقيد الليبي ملكا لملوك إفريقيا ويرون في أنفسهم الحامية والمدافعة على الرغم من الاتهامات التي توجه لهم دوما بأنهم مرتزقة من باب العزيزية بالعاصمة رابلس الهدي الحناشي العربية اشتركوا في القناة